السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ أسبوع سجلت حلقة عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في فرنسا اسمه IHU والعلماء لا يعرفون بعد مدى خطورة هذا الفيروس ولكن ربنا يسطر يعني وأيضا قلت أن المتحور أوميكرون لا تكفي معه جرعتان ولابد من جرعة ثالثة من اللقاح يعني من التطعيم وإني أنا شخصيا الأسبوع ده إن شاء الله هاخد الجرعة الثالثة ففي تعليقين وصلوا من أصدقاء يعني عايز أعلق على التعليقين دول التعليق الأول من الأستاذ جواد اللي بيقول فيه أن الحرية أساس كيان الإنسان وليس من حق أي دولة أو كيان أن يحجر عليها وبالنسبة للوقاحات التي تفرضت دول فقد أثبتت عدم فاعليتها بل وضررها على من تلقوا الجرعات أتحدث خاصة عن بلدي المغرب الذي شهد ألاف من الحالات من المتضررين من اللقاح ومن كافة الأعمار إلى آخر التعليق وتعليق آخر من الأستاذ نسرين عياد تقول في التطعيم لا يحمي على فكرة ومن مشاهدات حققية والأعراض تأتي بنفس الشدة بل وأكثر ربما الحرية يجب أن تقفل الجميع حرية الجسد أولا يعني أنا لا أختلف مع أي كلمة مما في التعليقين دول يعني أنا لا أختلف أبدا طبعا الحرية نعم واجبة ومفروضة وشيء يحترم وحرية الإنسان مطلوبة إنما قبل ما أعرض وأكلم عن وجهة نظري في مسألة الحرية دي والتطعيم في بلد المغرب شهدت ألاف الحالات طبعا للأسف مصر نفس الحكاية على ما أسمع يعني مصر نفس الحكاية في أيضا ألاف الحالات ولكن خلوني أتكلم عن الوضع اللي أنا فيه اللي إحنا هنا فيه في هونج كونج هنا في هونج كونج تقريبا معظم الشعب أخذ اللقاح وفي الحقيقة ما عندناش المشاكل اللي أنتو بتتكلموا عليها دي ما عندناش هذه المشاكل الحمد لله يعني ربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ الناس كلها ولكن نحن لا نعاني من هذه المشكلة بالعكس يعني أنا أرى أن هونج كونج يعني أنا تقريبا أفضل بلد في العالم دلوقتي بتعاملت بحكمة معه رغم أنه فيه شدة يعني الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل لو الواحد سافر برا هونج كونج أو رجع فيه شدة ولابد من الخروج بمسك ولابد من التواجد في المواصلات أو الدخول أي مطعم أو أي مكان أو حتى السير في الشوارع لابد من مسك هذا قانون وفيه وعي فيه وعي جمعي الشعب كله عنده وعي لابد من المسك المطهر اليد كل الأشياء دي مؤكد ساعدت في أن الفيروس يتم احتواءه فإحنا ما عندناش هذه أنا عرف طبعا أن هذا الوعي الجمعي غائب في مجتمعاتنا العربية ده أولا وغائب في المجتمعات الغربية أيضا بحجة الحرية فأنا عايز أتكلم عن الحرية وعن معنى الحرية وعن التطعيم نبدأ بالنقطة الأسهل اللي هي البسيطة أي التطعيم أولا ما فيش طبيب وما فيش أي عالم قال أن التطعيم سيحمي الشخص الذي يتم تطعيمه محدش قال كده بمعنى أنه مؤكد بنسبة 100% محدش قال كده أصلا محدش قال كل ما قيل أن هذا اللقاح فعاليته بنسبة 35% تقريبا التطعيم الصيني قالوا عليه نسبته 35% التطعيم الألماني نسبته أكبر نسبته قد تتعدد 90% حسب ما سمعت كل تطعيم له نسبة مئوية في الفعالية في فعاليته ومدى نجاحه في مقاومة الفيروس والحفاظ على جسد الإنسان مش معنى كده أن الإنسان المطاعم 100% سيكونه لا سيكونه سليم حدش قال كده إلى جانب أن الناس اللي أخدوا التطعيم وحصلت وفاة يعني دي لها أسباب أخرى مش التطعيم بيكون هو السبب الرئيسي الإنسان لو سليم 100% يعني لا يشكو من أي أمراض ولا يتناول أي دواء فصعب جدا أن التطعيم هو الذي يسبب له الوفاة يعني الناس الذين توفوا مؤكد يعني لديهم مشاكل صحية أو يتناولون أدوية معينة وفي هذه الحالة كان من الواجب يعني أن يستشيروا أطباءهم فأي إنسان عنده مرض ويتناول دواء لابد من استشارة الطبيب الخاص به إلى جانب أيضا كل إنسان جهازه المناعي يختلف عن الآخر في إنسان جهازه المناعي الطبيعيا حتى لو ما أخدش تطعيم إنما جهازه المناعي الطبيعي ما شاء الله قوي ويقدر أنه يكافح هذا الفيروس لو دخل في الجسم في إنسان آخر الجهاز المناعي عنده ضعيف وحتى لو أخد التطعيم ولا قدر الله أصيب بالفيروس فحتى جهازه المناعي لا يستطيع المقاومة حتى مع التطعيم كل ما نقول إن التطعيم مع الإنسان الطبيعي الذي لا يتناول أدوية معينة ولا يعاني من مرض معين يحتاج معه الاستشارة الطبيب وهذا ما يقوله كل الأطباء أن التطعيم يرفع من درجة الجهاز المناعي ومن فعالية الجهاز المناعي للجسم لمقاومة الفيروس فهو مجرد عامل مساعد وليس حماية مؤكدة ومجرد رفع لقوة جسمك وقوة مناعة الجسم على مقاومة الفيروس وإحنا علينا أن نأخذ بالأسباب إحنا علينا أن نأخذ بالأسباب لا أكثر ولا أقل والمكتوب طبعا ربنا هكتبه علينا وهنشوفه نتكلم عن الحرية الحرية طبعا مكفولة لكل إنسان والإنسان اللي مش عايز يأخذ تطعيم ما يأخذش تطعيم ده حقه محدش يقدر يجبره على كده ولكن هذه الحرية نتكلم عن الحرية بقى شوية الحرية أحيانا تتحول إلى فوضى والحرية في وقت السلم غير الحرية في وقت الحرب يعني لما تكون في البلد في حالة حرب مؤكد الحرية الشخصية لابد أن يكون عليها قيود أكتر يعني لو في غارات جوية أثناء الحرب العالمية التانية مثلا ما كانش مسموح لحد أنه يولع النور يوقض النور وإلا الطائرات هتضرب فكذا ما ينفعش تقول بقى حرية الشخصية أن أوقد النور وانت عارف أن في غارة جوية دي هذه حرية شخصية لابد أن تكون مقيدة فالحرية نفسها ممارسة الحرية في وقت السلم غير ممارسة الحرية في وقت الحرب لما يكون في وباء في العالم كله مش في بلدك فقط في العالم كله فحرية هنا لابد أن تكون مقيدة خاصة لو أدت إلى الإضرار بالآخرين أنت كشخص كإنسان لا تريد أن تدخل جسدك وجسمك أي لقاح هذا حقك ولكن من حق البلد اللي أنت فيها ومن حق الحكومة اللي أنت فيها أن تتخذ بعض الإجراءات يعني على سبيل المثال إغلاق البحلات والمطاعم مثلا بدءا من الساعة كذا مثلا أو عدم حضور الجماهير لمباراة كرة القدم مثلا أو عدم التكتل والازدحام أو عدم الخروج للشارع بدون ارتداء قناع كثير من الإجراءات رغم كثير من هذه الإجراءات لا يتم العمل بها في البلاد العربية ونجد يعني من المفارقات أنها يتم العمل والأخذ بها في جانب دون الجانب آخر ولكن أقصد يعني النقطة اللي عادي أقولها أوضحها أن من حق البلد والحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس حتى لو كان على حساب حريتك الشخصية حريتك الشخصية هنا مش الفرد عليك أنك تأخذ اللقاح لا ما أقصدش كده إنما أنا لنفض أن أنا صاحب فندق أو مطعم أو كافي فأنا من حق أن ما أدخلش حد هذا المكان إذا لم يكن متعاما هذا هو المعمول به في هونج كونج ما بندخلش أي مكان إلا إذا كان فيه آب آب اسمه ليف هوم سيف لازم نعمل هذا الآب نمرره كده على السكانر بحيث يتسجل إن إحنا دخلنا بحيث لو في حد فينا لو اكتم اللي اكتشاف فيما بعد إن فيه فيروس في حد أصيب في هذا المكان الحكومة تقدر تتعقب تعرف مين اللي دخل وتتعقبهم وتشوف في الفيروس ده أصله فين فين الأصل وهذا الشخص إيه الأماكن اللي زارها ويقدروا تعاملوا مع الأمر ويقدروا يحكموه عشان كده حكومة هونج كونج برافو عليها برافو عليها يعني فعلا أكتر بلد في العالم قدرت تتعامل مع هذا الفيروس فأنا كصاحب مكان من حقي إن أقولك لو أنت معكش اللقاح مخدش التطعيم أنت حر محدش يكبرك إنما أنا كصاحب مكان من حقي ألا أدخلك هذا المكان حفاظا على زبائن المكان اللي أنا أديره وإنت نفس الحكاية أنت رفض أن حضرتك هتدعوني إلى بيتك على العشاء وأنت تعلم أني مش متعب مثلا أنت من حقك إنك تخاف على أولادك وتخاف على نفسك إن أنقلك فأنا حقي ألا ألا أخذ التطعيم هذا حقي وهذه حريتي وأنت حقق ألا تدخلني بيتك طالما هذا هو دي سلطاتك تقدر تمارس سلطاتك في هذه فالحرية حين يتم تقديسها تتحول إلى العكس وهذا ما يحدث في الغرب ولهذا نجد أن الغرب مدمر الفيروس مدمر الغرب وأمريكا يعني خليني أقول لكم بعض الإحصاءات السريعة الذين ماتوا في الغرب وفي العالم كله من جراء هذا الفيروس يعني أكثر تقريبا من الذين ماتوا في الحرب العالمية التانية أو الأولى يعني العدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا على مستوى العالم 330 مليون هذه إحصاءات أنا أقرأها أونلاين العدد الموتى 5.55 مليون عدد الموتى يعني عده خلاص الخمسة ونص مليون خمسة ونص مليون عدد لا يستهان به أبدا أمريكا فقط مات فيها 851 ألف أمريكا لم تفقد هذا العدد من الناس في الحرب العالمية 851 ألف الهند مات فيها 486 ألف أنا قلت مليون ولا ألف هي ألف لو أنا خلطت وقلت مليون أمريكا فقدت 851 ألف والهند فقدت 486 ألف والبرازيل فقدت 621 ألف وبريطانيا فقدت 152 ألف وفرنسا فقدت 124 ألف وروسيا 315 ألف وتركيا 84 920 يعني 85 ألف إيطاليا 141 ألف أسبانيا فوق الدخل على 91 ألف ألمانيا 116 ألف ألمانيا اليومين اللي فاتوا أكبر عدد من الإصابات خلال يوم واحد تعدى الـ 52 ألف 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 في يوم واحد عبارة عن سكر مذاب لأ عصر النحل الأصلي شيء جميل جدا إنما ومفيد وصحي وكل شيء إنما لو لو تناولت منه يعني كمية كبيرة كل يوم غداء وفي إفطار وغداء وعشاء تناولت كمية كبيرة منه سيؤدي إلى أضرار صحية لا يحمد عقباها يعني ربنا يستر لأنه طبعا سيؤدي إلى النتيجة عكسية انتكاسة صحية وأمراض يعني الأطباء أنفسهم يعلمون هذا ولذلك أي شيء مهما كان صحيا ومهما كان جميلا الإفراط فيه يؤدي إلى النقيد كذلك الحرية الحرية شيء جميل ولا نستطيع أبدا ولا أي حد يستطيع أن ينتقد الحرية بالعكس نحن ننادي بالحرية وحرية الرأي ولكن تقديس هذه الحرية كما يحدث في الغرب يؤدي إلى ما نرى عليه الغرب الآن من عدد الأموات وعدد الإصابات ومع ذلك يتظاهرون لعدم رغبتهم حتى في ارتداء الأقنع عندما نقارن حالهم بحالنا نحن في هونغ كونغ لا الحمد لله لن نعايش في هونغ كونغ مش عايش في الغرب لأن الغرب فعلا مدمر الغرب مدمر وهذه الحرية والإفراط وتقديس الحرية أنا أراها بعيدا عن كورونا بعيدا عن كورونا حتى في الوضع الطبيعي بعد أن تنتهي أزمة كورونا دي إن شاء الله لو كان لها أن تنتهي في ظل الأوضاع الطبيعية أنا أرى أن تقديس الحرية في الغرب سيكون هو السبب الأول والرئيس لإنهيار هذه الحضارة الغربية التي هي بالفعل في مراحل إنهيارها هذه الحضارة الغربية التي تقدس الحرية الشخصية على حساب أي شيء آخر هذا التقديس المفرط للحرية أدى إلى مشاكل اجتماعية أدى إلى انتهاء القيم الأسرية أدى إلى عدم وجود أي أسر بالمعنى الحقيقي أدى إلى ظهور زواج الشواذ وفي النهاية كل هذا سيؤدي إلى انهيار المجتمع وهو مسألة جيلين آخرين أو ثلاثة أجيال أخرى وسنجد المجتمع الغربي الرجل الأبيض والمرأة البيضاء سيكونون كأنهم من الحيوانات التي على وشك الانقراض لأنهم لا يتزوجون إلا قليلا ولا ينجبون إلا قليلا فأين الشباب الذي سيكمل هذه الحضارة في المستقبل يعني الحضارة الغربية بسبب هذه الحرية وتقدسها المفرط هي حضارة يعني في زوال أو إلى زوال ولذلك أنا أتفق معكم في أن التطعيم لا يعطي حماية بنسبة ماء في الماء ما فيش حد أقل كده أبدا ولكن شيء أفضل من لا شيء التطعيم الذي أي إنسان ياخد تطعيم وهو يعلم أنه يتناول أدوية أو علاج أو مريض لابد من استشارة الطبيب الحاجة التالتة الحرية الحرية لابد أن تكون حرية مسؤولة حرية مقيدة هذا هو معنى الحرية وإلا تصبح فوضى وإلا تصبح فوضى كما نرى في الغرب أنا ما أرىه في الغرب لا أسميه حرية بل أسميه فوضى من حقك أن لا تأخذ لقاحا ولكن من حق أي مسؤول أن لا يدخلك هذا المكان لأنك ليس لديك هذا اللقاح يعني لم تأخذ هذا اللقاح أنت مارس حقك وهو يمارس حقك وهي خلاص دي حرية ودي حرية فالحرية في وقت السلم تختلف عن الحرية في وقت الحرب التي هي زي وقت الطعون وقت انتشار الطعون ده كأنك في حالة حرب ولكن ليس مع عدو ومرئي ولكن مع عدو خفي ألا وهو الفيروس وقد يكون أخطر لأنه زي ما قلت عدد الأموات حول العالم يعني تعدوا عدد الأموات في الحرب العالمية التانية وفي الحقيقة أنا منذ يناير 2020 يعني منذ عامين تماما وقبل أن ينتشر الفيروس في أي بلد عربي وقبل أن يخرج من الصين أصلا سجلت حلقات عن عن خطورة هذا الفيروس وحذرته حذرته من انتشار هذا الفيروس وقلت بالنص بأنه قد يودي بحياة نصف سكان العالم كما يعني أودى الطعون الأسود في أوروبا إلى موت تقريبا ثلث سكان أوروبا وفي فيديو آخر أيضا في 2020 وجهته كلمة إلى المصريين حذرت فيها الحكومة المصرية من عدم حذرتهم من هذا الفيروس وأنه يجب إغلاق المطارات المصرية المطار المصري وعدم استقبال غلقه في وجه الصينيين عدم استقبال أي سياح صينيين حتى لا ينتقل الفيروس إلى مصر ولكن يعني من يسمح الفيروس فعلا انتقل إلى مصر عن طريق سائح صيني وخلاص ومسألة كلها عايزة إيه عايزة واحد فقط ينقل الفيروس داخل البلد وبعد كده الواحد ده بينقله كل واحد بيتتعامل معاه خلاص دايرة بتتسع بتتسع إلى أن نصل إلى الحالة اللي احنا فيها دلوقتي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي في مصر وفي البلاد العربية الأخرى واللي أنا حذرت منه يا ما حذرت منه إلى أن يعني توقفت عن التحديد خلاص هنقول إيه ربنا يصدر ونراكم على خير وفي صحة دائمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر من هذا أن المرض يعني صعب جدا أن ينحصر والفيروس صعب أن ينحصر في الصين فقط لأن الصينيين في كل بلد تقريبا هناك ما يسمى بالتشاينتاون يوجد مجتمع صيني وكوميونيتي صيني فهم يسافرون في كل أنحاء العالم كل أنحاء الأرض وينقلون معهم هذه الفيروسات فحلقة اليوم عن هذا الفيروس الصين أصبح الدولة حاملة لوباء قاتل إن لم يتم السيطرة عليه فقد يقضي على نصف الجنس البشري كما فعل الطاعون في أوروبا في القرون الوسطى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو اللي عايز أسجله دلوقتي أنا بسجله كي أبرئ ذمتي أمام الله في كل فيديو بسجله بتكلم فيه تقريبا في نهاية الفيديو بتكلم عن الوضع في مصر ودايما بحضر يا ناس يا جماعة الوضع في مصر خطير ودي كارثة أنا قلت أننا مصر على حافة كارثة وبقالي كذا أسبوع بقول الكلام دوت كل ده إبراء لذمتي ولكن فيه تعليقات النهاردة ناس يعني من المتابعين ربنا يكرمهم قالوا لي اتكلم عن مصر يعني أنت مركز على الصين اتكلم فأنا الفيديو ده عشان أتكلم عن مصر احنا هنا في هنكم احنا حاسين بالوضع وعارفين الوضع وعارفين يعني ايه فيروس كورونا وعارفين مدى خطورته وعندنا وعي العالم كله قطع اتصالاته قطع رحلات الصفر بينه وبين الصين العالم كله إلا مصر رحلات الطيران فضلت مستمرة كل يوم مئات الصينيين بدخلوا مصر دخلين طلعين دخلين طلعين كل ده معناه ايه معناه ان الفيروس ده خلاص مصر اصبحت مرتعا لفيروس كورونا من المسؤول عن الكلام ده من المسؤول على ان رحلات الطيران بين مصر وصين تفضل شغالة ومستمرة سمعت انهم هيوقف الرحلات دي يوم الخميس الماضي الله اعلم وقفت ولا بس يوم الخميس الماضي ده كم 100 صيني دخل مصر كم 1000 صيني دخل مصر وخرج منها يعني الكارثة حصلت منتظرين ايه الوضع الكارثي في مصر والأيام الجاية ستشهد كوارث طبعا ربنا يصرح لنا نتمنى نحذر بقالي زادة اسبوعين او ثلاثة عمال احذر في كل فيديو يا ناس يا جماعة الوضع في مصر خطر لو مقدر لنا ان نموت بالفيروس على الاقل نكون عملنا اللي علينا على الاقل نموت وانحنا عالمين بخطورة الوضع مش جهلين به نكون عارفين انحنا عملنا اللي نقدر عليه واخذنا بالاسباب ودعينا ربنا وفي النهاية اللي ربنا ريده هيصير اللي ربنا ريده هيصير انما نكون عملنا بالاسباب واخذنا بالاسباب ما نبقاش جهلة اللي يقول لك سبها ده جاهل حتى لو كان لابس عمامة الازهر حتى لو استشهد بالقرآن فهو جاهل في هذا الموقف وفي هذا التصرف ده موقف جهلاء ما تستمعوش لي ومتاخدوش بكلامه العلم قد ينقذ حياتنا العلم قد يكون سببا يعني ربنا يجعل العلم سببا لانقاذ حياتنا ويجعل الجهل سببا في ماماتنا لابد من الاخذ بالاسباب وانهي بقصة ان يحكى ان كان في قرية وفيها رجل صالح رجل صالح عابد خير القرية كلها بتحبه وفي ذات يوم في فيضان يعني كان على وشك ان يكتسح القرية فالسكان بدأوا يهربوا من القرية ولان الراجل العابد الصالح ده كان محبوب من القرية كلها ففي اسرة عدت على على بيت العابد الصالح وخبطوا على بابه يا شيخ تعالى معانا انقذ نفسك الطفان جاي قال لهم لا اذهبوا انتم ان الله سينقذني الله هو المنقذ حولوا معاه رفض قال لهم فمفيش وقت يضيعوا تطروا يمشوا الاسرة التانية عدت عليه يا شيخ تعال معانا الطفان جاي قال لهم لا انتم انصرفوا انتم انا سابقى هنا الله سينقذني انا اضع ثقتي بالله والله سينقذني حولوا معاه مفيش فايدة مفيش وقت يضيعوا تطروا يسيبوا يمشوا الاسرة الثالثة جات نفس الحكاية الاسرة الرابعة نفس القصة القرية كلها سابت اهل القرية كلهم سابوا القرية والطفان جاي غرق القرية وبعد فترة لما المية انسحبت مرة تانية والقرية ظهرت والناس راجعت لبيوتها عدوا على البيت بتاع الرجل العابد ففتحوا الباب لقوا جثة الرجل ممددة وغرقان وميت فاستغربوا جدا وبقوش فاهمين ازاي ربنا يعني سمح للموت ان يأخذ هذا الرجل الرجل العابد الصالح اللي بيدعي ربنا اللي حط ثقته بالله ازاي واحد عابد صالح حط وضع ثقته بالله ولم ينقضه الله دي الناس بقيتش فهماها وحصل بلبلة وحيرة لغاية ما ربنا يسر لهم انسان واحد شاب لكن اتوا من العلم والبصيرة ان يفسر لهم الامر فقال لهم من قال لكم ان الله لم ينقضه ان الله ارسل له فرصا للنجاة اربع مرات اربع مرات يرسل له فرصا للنجاة وهو الذي يرفضها في كل مرة كانت في اسرة تدق عليه بابه كي يذهب معها كانت فرصة من الله ربنا بعيد له الفرصة دي عشان ينقض حياته وهو الرافض الفرصة دي فرصة ولا فرصة فالناس لازم تاخد بالاسباب ايوه ندعي ربنا مفيش خلاف ولا الكلام عليه انما الاخذ بالاسباب واجب 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 ولابد الانسان لما يخرج يا مصريين اخرجوا بكمامات ما يهمكوش مين هيدحك عليكم ومين هيزخر منكم هم جهلة هم يعني للأسف جهلة الجهل مرض الجهل في حد ذاته مرض ويكون معاكم سائل تتخرق ديكم وما تعربوش من بعض ما فيش داعي للسلامات وعضف بيتكم على قدر الامكان خدوا بالاسباب ادعوا ربنا وخدوا بالاسباب غير كده هتدفعوا التمن هتدفعوا التمن غالي بعد ما واحد اي حد فيكم يفقد هتعرفوا معنى كلامي ده لو حد فيكم لا قدر الله لا قدر الله فقد اي عزيز عليه لان لو انت حياتك مش غالية عندك ومش فرق معاكم مش مهتم اعرف ان لا قدر الله لو اي حد فيكم اخد الفيروس هينقله الاهل بيته لو انت حياتك مش غالية عليك على القال اعمل حساب حياتهم هيكون شعورك اي شعور بالذنب هتحس بيه لو نقلت الفيروس لأهل بيتك لزوجتك لأمك لأبوك لأختك لأخوك لصديقك وهذا الانسان العزيز عليك مات بسببك لان انت نقلت له الفيروس او انت نقلت له الفيروس احساسكم هيكون كارثة ما تنتظروش لغات ما تخسروا عزيز عليكم وبعدها تحسوا بحجم ووقع الكارثة انا بسجل الفيديو دا والله كي ابرئ ادمتي امام الله لان انا عايش في هون كون وعارف يعني ايه الفيروس دا عارف يعني ايه كورونا فيروس عارف ماذا خطورته عارف وفي وعي مش عندي انا بس كشخص في وعي في المدينة كلها الناس كلها عندها وعي الناس كلها عارف اللي انا عرفه وبتقول اللي انا بقوله وبتعمل اللي انا بعمله اعمله اللي تقدر عليه واللي ربنا ريده هيصير بس اللي تكون عملت اللي تقدر عليه في حق نفسك وفي حق الناس اللي معاك في حق نفسك وفي حق الناس اللي معك اللهم قد بلغت اللهم فشد اللهم قد بلغت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر السلام عليكم